السلام عليكم وحشتوني جداً طبعاً أكيد والنهاردة يمكن أول مرة أعمل بس بصوتي بقالي فترة ما نزلتش حاجة بصوتي لكن اللي خداني اهتميت جداً الناس اللي معها جنيه الدهب بتبقى شريعها من عند جواهرجي عيار 21 أو عيار 22 وبتقول لي أنت منزل جنيه مكتوب عليه مليون دولار فحبيت بس أضح بالفيديو ده الفرق بين الجنيهات الأديمة والجديدة جنيه الانت شريعي من عند جواهرجي بيبقى أخذ بيه فاتورة إن هو 8 جرام بألف وتلتمية ألف ومتين يبقى 8 جرام بألف ومتين معروف إن هو مثلاً 9000 جنيه مثلاً حد أقصى لكن الجنيه الأديم ده اللي تسك في الوقت الأديم يعني تسك 1911 تسك 1918 عيار الدهب بتاعه مختلف وهو قيمته مختلفة فأنا بحب أوضح بس للناس يا جماعة لو معاك جنيه انت شريعي من عند جواهرجي هتبيعوا دهب بيتباع معاك دهب مش هيتباعها كعملة مش هيتباعها كحاجة أسرية لازم الناس تبقى فاهمة الفرق بين الجنيه اللي هو شريعي من عند جواهرجي وبين الجنيه الأديم اللي هو تسك في وقتها الجنيه اللي تسك في وقتها لظروف ودي طبعاً ندرة ودي واللي بيعرف الفرق بين الجنيه الجديد والأديم لازم خبير أو تقييم من جنيه لماك لو انت شاكك انت وارس الجنيه ده من حد من أهلك ابعثوا قيمون شركات التقييم هتقولك الجنيه ده وضوائي لكن لو جنيه انت شريعي من عند جواهرجي ما تتعبش نفسك هو هيجيب ثمن الجنيه العادي ثمن الذهب العادي فيش جائبات جاني كتير جداً رسائل ونستبعت وازاي واستفسروا يروح يوزلوا يروح يجعوا تاني يكلموني ويرجع فانا مش هيتباعي بقاطب نفسي بقولك لو سمحت مرامات جنيه شريعي من عند جواهرجي هتبيعوا ذهب لو معك جنيه انت وارسته من الليلة ببعثوا شركات التقييم قيمه علشان شركة التقييم عندها خبير هناك بيقولك الجنيه ده تعمل 1118 تعمل 1110 تعمل 1120 يبقى فوقتها تمام كده ورجاء محدش يبقى تاني